لا تقتصر مأساة المعتقلين في العراق على الأسباب الكادية الواهية التي تقف وراء اعتقال أعداد كبيرة منهم أو بالظروف المزرية التي يعيشونها داخل جدران السجون بل يتعداه إلى أحكام الإعدام الجائرة التي تصدر في كثير من الأحيان وتزداد وطيرتها يوما بعد يوم ونظمة العفو الدولية من استيقالات في تقريرها السنوي بشأن حالات الإعدام حول العالم إن العراق سجل ارتفاعا في معدلات الحكم بالإعدام عام 2021 أكثر بثلاثة أضعاف عما كان عليه في العام الذي سبقه وبحسب التقرير فإن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في العراق وصل إلى ما لا يقل عن ثمانية ألاف شخص بناء على بيانات حكومية رسمية حصلت عليها المنظمة لافتة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أكبر من ذلك بكثير بسبب صعوبة الحصول على أرقام حقيقية بشأن عدد المحكم عليهم بالإعدام نتيجة التأتيم الكبير على أعداد المعتقلين في ظل عمليات الاعتقال العشوائية ويعد ملف السجون في العراق أحد أكثر الملفات الشائكة في ظل نظام يدعي أنه ديمقراطي وينبغي أن تحتل قضية حقوق الإنسان أولوية في عمله بما في ذلك موضوع السجناء لكن ما يحدث من فضائع بحق المعتقلين يعكس جانبا من حقيقة هذا النظام وكانت منظمة هيوم الرئيس ووش قد عبرت عن صدمتها من إحصائيات أعلنتها وزارة العدل في العراق بشأن صدور أحكام بحق أكثر من خمسين ألف سجين تقريبا نصفهم محكمون بالإعدام على الرغم من أن المؤشر العام في البلد يظهر تراجع القانون في مقابل تغول قوى لا دولة التي تمتلك السلاح المنفلت ولطالما وجهت المنظمات الدولية انتقادات حادة لملف حقوق الإنسان في العراق لا سيما لجهة أحكام الإعدام التي تصدر بين فترة وأخرى دون خضوع المعتقلين لمحاكمات عادلة إضافة إلى أن معظم أحكام الإعدام تصدر لأغراض سياسية وطائفية ترجمة نانسي قنقر